أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد أمس بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى انهاء حالة الانقسام ومعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام حيث تم تجديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات شرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة ومن جانبه توجه رئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير لسيد الرئيس على صدافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول سبيل الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية